مجرس الأخبار من قناة حلب اليوم أهلا بكم نزوح نحو 145 لاجئا سوريا من مخيمات في سهل بلدة الوزان اللبنانية وذلك بعد إلقاء طائرات إسرائيلية منشورات تدعو السكان إلى مغادرة المنطقة تمهيدا لاستهدا فيها الشبيبة الثورية التابعة لقصة تختطف طفران بالغا من العمر 14 عاما من قرية الرومانية بريف محافظة الرقة وتقتاده إلى معسكرات التجنيد الإجباري القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير شرق الحسكة تعرضت لقصف بطائرات مسيرة مجهولة المصدر دون ورود معلومات عن وجود خسائر وفق مواقع محلية قصات تعلن مقتل أحد عناصر الاستخبارات لديها المدعو بلال أحمد النيفو نتيجة غارة من طائرة مسيرة تركية قرب الحدود السورية العراقية وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد عنصرين من واي بي جي في مناطق عمليات درع الفراد شمالية سوريا خروج مئات من السوريين في مدينة اسم في ألمانيا بمظاهرة يوم أمس الأحد حملات عنوان سوريا ليست آمنة بوجود الأسد اشتركوا في القناة